مجددا تتصاعد الاحتجاجات في الشارع السوداني للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية ومجددا يعبر المجلس العسكري الحاكم عن ضيقه درعا بهذا الحراك الشعبي بل ويعلن رفضه المبادرة الأثيوبية بعد ساعات من موافقة قوى الحرية والتغيير عليها الأمر الذي يلقي مزيدا من ظلال الشك على المشهد السوداني برمته وكالة بلومبرغ الأمريكية نقلت عن باحثين في الشؤون الإفريقية إن الحراك الشعبية في السودان كان مبشرا في بادي الأمر وباعثا على التفاؤل إلا أن ذلك ما لبث أن تبدد بعد مقتل أكثر من مئة شخص في شوارع الخرطوم في الثالث من شهر حزيران الجاري وبحسب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة فإن المجلس العسكري السوداني لم يرد على طلب التعاون في التحقيق بشأن ارتكاب جرائم خطيرة ضد المعتصمين أمام قيادة الجيش في الخرطوم خلال فض الاعتصام جرائم تضمنت القتل الجماعية والتعذيب ناهيك عن انتهاكات كثيرة تعرض لها نساء ورجال كانوا من بين المعتصمين ولعل ذلك ما دفع وكالة بلومبرغ إلى القول إن الأوضاع في السودان تمر بمنعطف خطير حيث أن المجلس العسكري الانتقالي لا يبدو أن لديه رغبة فعلية في انتقال ديمقراطي للحكم بينما يبدو زعيم ميليشيا الجنجويد السابق محمد حمدان حميتي محكما قبضته على زمام الأمور في البلاد في المقابل فإن تجدد الحراك الشعبي السوداني ربما يجدد الأمل لدى البعض مما يرونه موجة ثالثة للثورة السودانية تلك التي أطاحت أولى موجاتها بالبشير ثم أطاحت موجتها الثانية بعوض بن عوف ومن ثم تهدف ثالثتها إلى الإطاحة بالمجلس العسكري وصولا إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة حلم يسعى إليه الثوار السودانيون وغيرهم في العالم العربي بينما يسعى العسكريون إلى إبقاء البلاد طوع قبضتهم الغليظة يؤازرهم في ذلك نظام عربي رسمي يرى في كل حلم بالتغيير خطرا على أمنه واستقراره